السلام عليكم ازايكم مرحب بكم اصدقائي المتابعين فيديو جديد بعنوان الاهمال وعلاقته بمدة التقويم كمان هنجاوب على سؤال مهم هل ممكن تخصل مشكلة كبيرة في وقت صغير والمشكلة دي ممكن تأثرلي على مدة التقويم وتعطلني شهور ويا طرع ايه هي التعليمات اللي ما ينفعش ان احنا نهمل فيها انا دكتور اسلام نبيل استشاري تقويم الاسنان هكلمكم النهاردة عن تفاصيل مهمة بس يلا بسرعة نعمل لايك لان دعمكم يهمنا جدا خلينا نركز في البداية اللي فيه تلات تعليمات هامة ضروري الالتزام بيها يا طرع ايه هي اولا التزامنا بالزيارات الدورية تاني حاجة التزامنا بطبيعة الاكل تالت حاجة التزامنا بنظافة الفم والاسنان يا طرع التلاتة دول ممكن يأثروا على مدة العلاج ايوة ركز معي ناخد اول نقطة وهي التزامنا بالزيارات الدورية خلينا اكد عليكم يا جماعة ان جهاز التقويم ده عامل زي الطيارة ماينفعش ان هي تتحرك مهما كانت الكواليتي بتاعتها بدون طيار ضروري جدا الالتزام بالزيارات الدورية لان احيانا بعد ما ناخد الحركات اللي احنا عايزينها لو تأخرنا ممكن تحصل كمان تحصل حركات احنا في غناء عنها دي نقطة الاولى النقطة التانية طبيعة الاكل لازم نأكد على نقطة ان الاكل بتاعنا ضروري يكون أثناء التقويم ماينفعش ان طبيعة الاكل بتاعتنا تتغير ولو ده حصل ده هيؤدي الى كسر الفصوص من مكانها وكسر المادة اللي بتسبت فصوص التقويم على سطح السنة طيب ولو ده حصل ايه هيحصل هيحصل زي ما انتم شايفين كده في الفيديو في حالة النهاردة لما الحالة كلب رحته وقطم على الاسنان الامامية في عدد من فصوص التقويم تكسر ولما كمان اتأخر علينا في الزيارة السنة خرجت من مكانها زي ما انتم شايفين كده بالضبط فاذا طبيعة الاكل لو اتغيرت هتأثر لي على مدة التقويم ومن هنا هنروح للنقطة التالتة وهي نظافة الفم والاسنان اسناء التقويم يطرى ممكن تأثرلي على مدة التقويم خلينا نتكلم على نقطة في الاول ان نظافة الفم والاسنان هي مهمة بشكل عام لكن اسناء التقويم مهمة جدا 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 طيب لي خلينا اكد عليكم ان بقايا الاكل اللي ممكن تكون مترسبة على الاسنان او على فصوص التقويم وما بين فصوص التقويم وما بين السلك مش بس ان هي هتسبب لي اسفرار في الاسنان وتسبب لي تساوسات والتهابات في اللاسة ونزيف كمان في اللاسة لأ لأ ده كمان هيضيف لي على ده ان هي هتعوق الحركة او على احسن الفروض هتبطأ لك الحركة لان ساعتها بقايا الاكل ويا سلام بقى كمان لو حصل ترسبات جيرية ما بين فصوص التقويم وما بين سلك التقويم فده هيعوق الحركة بشكل كبير جدا فاذا التزام الحالة بالتعليمات ده بيساعدنا بشكل كبير جدا جدا واي اهمال في اي من التعليمات التلاتة لو اهملنا في حاجة منهم بس ده هيأثر لي تأثير كبير على مدة التقويم ما بالك بقى لو كمان الحالة اهملت فاكتر من عنصر في التعليمات دي يعني مثلا الحالة النهاردة اللي انا بوريها لحضراتكم ده مش بس ان هو اكل براحته وكسر اكتر من فصوص التقويم لأ ده كمان اتأخر علينا في الزيارة بدل من يجي خلال ثلاث اسابيع زي ما انا اكدت عليه في الزيارة اللي فاتت لأ ده جالي بعد شهر ونص ولا شهرين تقريبا من الزيارة السابقة فا اذا هنا مش بس ان المشكلة حصلت لا ده كمان اتأخر ولما اتأخر زي ما انتم شايفين السن الامامية دي خرجت من مكانها بشكل كبير فا اذا احنا اتأثرنا ومن هنا هنجاوب على السؤال اللي احنا ذكرناه هل لو حصلت المشكلة دي والحالة اتأخرت علينا المشكلة هتزيد وخلي بالكم كمان ان احنا نعالجها ده هيتطلب مننا وقت اكتر اتمنى الفيديو النهاردة يكون لقفاتكم وياريت تعملوا لايك في الفيديو وعملوا شير كمان مع اصحابكم علشان تعم الفائدة اشوفكم دايما على خير